موسيقى قال يسوع اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح لهم هذه الكلمات عظيمة جدا في السياق الحديث عن موضوع الصلاة ولاحظ في العزة على الجبل الرب بيتكلم عدة مرات عن موضوع الصلاة شفنا صلاة المخدع علمنا الرب أن نروح نجد مكان بالخفية لربما غرفة لربما بالخلة أنك تختلي مع الآب وتصلي بيسموها صلاة المخدع وعلمنا أنه ما نكرر الكلام باطل وأنه كلماتنا تكون مجرد ثرثرة أمام الله لأنه الله حي الله يسمع الله يستجيب الله يتفاعل والله يتواصل ثم شفنا نموذج الصلاة المستجابة علمنا الصلاة الربانية وأنه الصياق الحديث في الصلاة الربانية هو شرط أساسي أنك لازم تغفر الخطايا حتى الرب يغفر خطاياك لكن هنا الرب يسوع بشجعنا على الصلاة وخلي بالك الرب يسوع بيتكلم مباشرة من بعد ما تكلم عن لا تدينه لكي لا تدانه بيتكلم عن النقد الهادم والنقد الخادع ثم النقد المميز أن لا نطرح الدرر والأمور القيمة وذات ثمن وقيمة عظيمة لمن يحتقر هذه الدرر لكن أعطانا المفهوم أنه نعرف نميز وأنه رب يعطينا حكمة وهذا أحباء ما يطالبنا الكتاب المقدس إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى لهم ترجمة نانسي قنقر